أكد محافظ محافظة الأحجاء قائد اللواء السبعة عشر مشاه بالمحافظة اللواء الركن أحمد تركي أن ثورة الرابع عشر من أكتوبر عام 1963 المجيدة تمثل تتويجا لنضالات اليمنيين وتضحياتهم من أجل الحرية والاستقلال والعدالة وامتداد طبيعي لثورة السادس العشرين من سبتمبر عام 1962 الخالدة ضد طويان الإمامي في شمال الوطن الذي كان الوجه المقابل للاحتلال البريطاني الغاشم وأضاف المحافظة تركي تأتي الذكرى الحادية والستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر واليمن ما زال يقبع في دوامة الموت وآلة الدمار للحرب التي أشعلت نيرانها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني التي تحاول الإطاحة بالدولة ومؤسساتها والقضاء على النظام الجمهوري وتعطيل حركة العملية السياسية السلمية لفرض نزعتها السلالية على الشعب والعودة بالوطن إلى عهود الظلام الإمامية البائدة ودعا محافظ محافظة تلحج إلى استعادة روح ثورة 26 سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر ووهاجهما لمواجهة الميليشيات الحوثية المارقة وقال لا بد من التسلح بمبادئهما وأهدافهما العظيمة وأبناء محافظة تلحج والقوات المسلحة ماضون قدما لتحرير ما تبقى من تراب الوطن من شر الميليشيات الحوثية التي عاثت في الوطن في الأرض اليمنية فسادا مرتكبة أبشعة جرائم التي لم يألفها قط على مر تاريخه السياسي اشتركوا في القناة